السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلاقا من الحرص الشديد على توصيل معلومة قد تكون إضاءة في حياتك زوجي بطل يحبني إهمال عدم رغبة في الحديث معي ما في أي عاطفة مع العلم أنه أنا بحاجة زوجي ومرات كثيرة بقعد معه وبقوله أني أنا بحاجتك يا أخي بس كلمة وحدة توصل المرحلة أنه بحسني أنا قاعد بشحت وكأن الإنسان يتسول العاطف يتسول ونظرا لأنه الآن نحن في عالم السوشيال ميديا وعالم ما نسميه بالإنديفيدوليزم يعني الفردية أصبح الإنسان أو الإنسان تجلس أمام ساعات وساعات من الأحاديث اللي بتقوم فيها رجال ونساء وطبعا لأن النساء هم الأكثر متابعة ومشاهدة للسوشيال ميديا أصبح الحديث فقط على أن هذا يسمى بالطلاق الصامت والإهمال العاطفي والطلاق مع وقف التنفيذ وبالتالي أصبحت بشكل إرادي أو لا إرادي بشكل مقصود أو غير مقصود عنا دائما في رغب شديد في خراب البيوت طيب نسمع الحكي المفيد وأنا راح أترك لك هذا الفيديو حتى بس تفكري فيه فكري فيه بس فكري أعطيه فرصة قبل ما تسبيني وتلعنيني وتوديني عن نار وتدخليني من هذا وتطلعيني زي ما بدك وقبل ما تمدحيني وتقولي يا سلام أحلى كلام الدكتور أنا مش طالع أغني أنا مش طالع أغني ولو بغني كان يمكن وضعي غير مختلف الصورة الذهنية عندما تجلس مرأة مع زوجها لفترة طويلة ثم تشعر بأنه فيه إهمال بتحاول أنها تطلب من زوجها كلام حب كلام عاطفي لأنه المرأة بطبيعتها فيه عندها احتياج دائم للشعور بالأمان خصوصا أنه الوقت بالنسبة للمرأة يختلف عن الوقت بالنسبة للرجل فالرجل يستطيع أن تستمر رجولته لفترة طويلة يكفي أن الرجل ما بيمر بما يسمى بسن اليأس بينما الوصمة الاجتماعية اللي نعطيها للمرأة وبحكم أنه تركيبها الفيزيولوجي تركيب الجسماني تبعها وما يسمى بانقطاع الدورة وإحساسها بعض انقطاع الدورة بأن دورها انتهى هذا كله بيؤدي إنها دائما عندها هذا الشعور بعدم الأمان ليس الجميع ولكن في الغالب لأنه التعميم خاطئ لكن هذا الشعور بعدم الأمان يتطلب من أنه الرجل كل فترة وفترة وهذه الفترات تكون متقاربة جدا أنه يعطيها هذا الشعور بالأمان سأقول لك شيئا لما بتقعد مع زوجك بيقول لك بس أنا بحبك وما بقدر استغنى عنك طب ليش ما برضى يعطيك هالكلمات يا أخي شو خسران هو إذا حرك لسانه وحكى كلمتين شو خسران إذا رجع من الشغل وكان حريص على أنه يقعد ويتغدى معاك شو خسران هو إذا قعد هو ولاده واستمتع بهالوقت؟ هو مش خسران لكن في مشكل كبير كثير تعبيره عن الحب وصورته الذهنية عن الزواج مختلفة عن الصورة الذهنية عن الزواج اللي موجودة في عقلك إذا كان أنت وأنا عم نحكي في موضوع وبقول لك مثلا مثال خلينا نحكي أنا أريد السرمالي السرمالي شو هو؟ تعرفي أنت شو السرمالي؟ السرمالي يعني ورق عنب باللغة الرومانية ورق العنب باللغة الرومانية بيسموه السرمالي لكن كونك أنت لا تعرفي شو معنى وبجوز يكون مخك رحلة بعيدة ومعاني أخرى بجوز نفكر أنا والشخص اللي بتكلم معاه بأشيئين مختلفين تماما عندما يتم تعريف الزواج والصورة الذهنية للزواج في عقل المرأة ودماغها وتركيبتها من أيام ما كانت صغيرة وبدأت تشوف الأغاني والمسلسلات وقصة الحب والأطفال ونعيش مع بعض مدى الحياة والحب الذي لا ينتهي والعشق الذي لا ينفذ ورغب ومحبتها الدائمة في العطاء والترباية والأولاد ترسم صورة ذهنية نساءنا بشكل عام توصل مرحلة بعد الزواج بتصير تعيش بعض الواقعية فبتصير تعرف أنه أنا زوجي مش هيعطيني قصائد شعر وكذا فبتصير طلباتها بسيطة أنه يعني كلمتين كلمتين لكن ماذا لو كان الزوج بالنسبة له يحبك يحب قاتل لكن طريقته في التعبير ووجهة نظره عن الزواج مختلفة تماما عنك هل تعتقدي أنه الزوج طب ليش ما يشتري دماغه طب ليش ما يجي يشتري دماغه يقول شو بدها هي بدها تسمع كلمتين تعال يا حلو يا أمر يا با يا باط يا شو خسران المشكلة أنه هو مش ما بده يعطيكي هو مش عارف أصلا أنه أنت لازم نحكى لك هالحكي ولا في ذهنه أنه أنت بتقيسي الموضوع قياس والغريب أنه الرجل لما يقتنع أنه زوجته يعني ما أقول بعد 15 سنة زواج بدي أقعد معاك وأقعد أغازك زي المراهقين فبتصير نظرة للمرأة شو هالعقل هذا فعلا ناقصات عقل ودين أعوذ بالله النسوان أعوذ بالله يا رجل مخهم صغير وبدهم بس يسمعوا كلمة كلمة بتوديهم وكلمة بتجيبهم وللأسف بدل ما يكون هذا الموضوع هو أقصر طريق للوصول للمرأة يصبح هذا الموضوع دليل على كل المعتقدات الخاطئة اللي هو بانيها في ذهنه عن المرأة إنها كائن عاطفي وإنه ما بتأخذ برأيها واللي بمشي وراء مرأة بنخرب بيته واللي بسمع كلام مرته يعتبر طرطور فلما المرأة تدخل في هذا العالم من إنه بشان الله بس أعطيني كلمة سمعني كلمة أنا بحاشتك كل الناس بتمدحني إلا إنت كل الناس بتمدح طبيخي إلا إنت ما في حدا أكل من دياتي ورق عناب إلا قال ما شاء الله إلا زوجي الوحيد اللي يا ما بعرف كأنه بيموت إذا حكا لي كلمة طيبة هو مش شايف إنه في حاجة لإنه يحكي أي شيء هو شايف إنه بيموت عليك وشايف إنه ما بقدر يعيش بلاك وشايف إنه عم بضحي كثير من الناس بتظلم الرجال ما بقول ظلم إنه هم ما عم بيعملوا إشي غلط انتبهوا لا هم عم بيعملوا إشي غلط ولازم يكون فيه تنبيه بس من وين أجيب المعلومة الصحيحة وين أنا تربيت طب تعالي أسألك سؤال جوزك ولا جده تعالي نرجع للجد جده لجوزك كيف كان يعامل سته كيف كانت الناس تعيش زمان هل كان مثلا جدي يدخل على ستي ويقولها إيش يا حبيبتي يا روحي يا عمري أنت فستي تقوله أهلا أهلا بسبعي وضبعي كانوا عايشين هيك كانوا عايشين في حياة صعبة جدا وللأسف الشديد أقولها وبكل صدق أن المعاناة التي تجمع الزوجين أفضل بكثير من الراحة التي تفرقهما ما كان جدي عنده تليفون ولا كان عنده سمارتفون ولا كان عنده كلمة سر ولا كان عنده بصمة كانت الحياة الأحمدية هيك على البساطة وكان مطلوب من جدي أنه يطلع الشغل وجديتي كانت مطلوب منها تطبخ وتدير بالها على الأولاد والأدوار كانت موزعة ومعروفة وكانت أمها لستي وهي طالعة تتجوز شو تقولها كلمة جوزك ما تصير تنتين وعا ترجعي لي حردانة وعا أسمع أنك راجع حردانة بس جدي ما كان يستغل للموضوع ويعرف أنه هي مهددة أنها ما ترجع حردانة فيروح يهينها لا كان يحترمها بطريقته الخاصة احترامه لإلها أنه كان يطلع كل يوم ويشتغل وما يشتكي فيه صمت كان ما يرضى يشتكي حتى عن ألامه الجسدية لأنه كانت الرجولة بالنسبة له أنك ما تكون ضعيف أمام مرتك وأنك تطلع على شغلك وتأمن لقمة عيش أولادك وكانت الناس متفاهمة وما كان فيه شكوى لكن طلعنا الآن لعالم آخر طلعنا لعالم السوشيال ميديا والصور والفيديوهات وتعالي أفهمك كيف لازم تعيشي وتحرري وتحرر وإنت قدامك فرص كبيرة في الحياة ووعى تسكت على الظلم وأصبح الإنسان بس بدي يدور على طريقة يكون فيها أسعد ويبحث عن شغفه في الحياة وإنه ما في حدا جاب لك تقعدي وإذا كنت أنت مش حاسي بالحب وبدأينا نخترع أسماء الطلاق الصامت الله يعني أنا مش مطلقة بس أنا عايشي في طلاق صامت الإهمال القاتل السرطان البائد الزوج المرعب الجفاء العاطفي وكل هذه المسميات دخلت في برماجتنا وأصبحت المرأة تعيش في هذا ومش بس المرأة المرأة والرجل تعيش على بناء على هذه التعريفات وتقول حصر علي وعلى حظ المهبب بستين نيلة آه 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 هايوا عم بحكي هايوا الدكتور عم بحكي عن الطلاق الصامت أنا 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 عايشي هاي الأعراض أنا 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 عايشي وهذا الوعي للأسف بدل ما نوعي عشان نفهم ونعلم صرنا نوعي عشان الناس أحكي لكم مثال في ناس بس تشتري دواء تقرى الليفلت اللي هي النشرة اللي موجودة بالدواء فبيفتح الدواء بيقرى النشرة فبيقرى بالنشرة إنه من أعراض الجانبية للدواء الدوخة وبتكون نسبة الناس اللي يصابوا بالدوخة أقل من 1% في كل الناس اللي بتستخدم الدواء وبيكون معها إسهال وبيكون أول حب بيأخذها من الدواء بصير يحس بالدوخة والإسهال كل الأعراض الجانبية بيحسها فمرات الإنسان لما بيكون قاعد وبيسمع هذا العلم اللي هو مبني على إنه واحد بدها تنتقم وتطلع وتاخد جمهور أو واحد بده يلمجمهور من النساء اللي حسات بالقهر والظلم فنبدأ نعطيهم مسميات جديدة ما عاد فيه عننا قيمة للصبر الصبر صار عنا رفاهية ما بدنا نصبر مين بتعرف بحياتك اليوم صابر عن جد الصبر الجميل اللي حكى عنه سيدنا يعقوب اللي ما منعه إنه يبكي على أولاده لكن ما منعه إنه يتأمل دائما إنه فيه خير لما أوصل مرحلة إني أتعامل مع زوجي على إنه إنسان لا يطاق وأنسى كل شيء إيجابي فيه كل شيء إيجابي أنا لا أتكلم على الحالات في حالات استثنائية لما يكون شخص مريض نفسيا في حالات استثنائية ولا ربنا ليه شرع الطلاق هو مشروع الطلاق حلال لكن هذه حالات استثنائية لكن معقول ملايين الملايين من البشر خلص كل الرجال صاروا كخة وبيعرفوش وما عندهم مش ضمير وما عندهم مش قلب وكل الرجال صار عبارة عن شجرة وأنت بس اللي عم تضحي أنا برجع بقول طبعا اللي قاعدة بتكتب هلأ عم تضيع كلام جميل اللي قاعدة بتكتب تعليقات وهذا اللي عم بحكي عنه إنه ما بدنا نسمع ما بدناش نسمع نحن ما بدنا نسمع نحن بدنا حدا يجي يقولنا آه أنت مظلومة والله ينتقم منه ما رح أنفعك أنا بسكر الفيديو بروح واللي عمل الفيديو وعمل عليه أربعة خمس مليون وقال فيه أن المرأة مظلومة والرجال يجب أن يحب المرأة وما بالك لا تحب زوجتك وكل يوم من الصبح استيقظ من المنام وأحضر لها وردة يا أخي يا أخي وردة عندما تدخل عليها فإنها كائن رقين قون جميل وعليك أن تأتني بها هذا الكلام بإيش نفعكم بإيش نفعكم بإيش نفعكم هل مثلا صحي ورجل من الرجال وسمعها الكلام وقال آه والله أنا غلطت غلطة كبيرة لازم أسمع كلام فلان الفلاني اللي حكا لي أشتري وردي لمرتي أنا اليوم أنا راجع على البيت بدي أشتري وردي لمرتي ولا مجرد أنه ريحك لأنه زي ما بنحكي نحن في لغتنا يعني حق على الجرب يعني بمعنى أنه يعني آه يلا هاي على الأقل اسمعنا كلمتين هاي واحد حكا كلمة حق كلمة الحق عندما تقال يجب الإنسان أن يكون واقعي الواقعية الواقعية واللي بدها تتطلق وتروح تتزوج مرة ثانية تعي شوفي السوق يا أختي تعي شوفي السوق عشان تعرفي أنه أجوزك كان حمادة واللي جاي حمادة ثانية واللي تطلق وا 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 بالنهاية يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الحياة بواقعية رفاهية الصبر الصبر ليس رفاهية في الحياة الصبر واقع الصبر ضرورة الصبر حتمي ومن لا يصبر هو حر يضرب رأسه بمئة حيط يجب أن تصبر لما نزلت القيم الدينية للأخلاق وارتفعت القيمة الفردية عن طريق التليفونات والفيديوهات وكل واحد يعبر عن رأيه فعاد ما في قيم القيم اختلطت فأصبحت القيمة الكبرى في الحياة أنه اهتم بنفسي القيمة الكبرى في الحياة الأنانية القيمة الكبرى في الحياة أني molde Aqua القيمة الكبرى في الحياة أني قعد أشتكي وأنه أقول للي غلط غلط بعينه وأنه ما يكون عندي دبلوماسية وأنه ما أتحمل وأنه ما أصبر وأنه تربيط الإولاد wow 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 بينما نسينا أن أمهاتنا design أمي اللي أنا بدعيي لها عانت مع خمس أطفال لكن أنا عمري ما شفتها بتشتكي من هالموضوع عمري ما أمي قاعدت وقالت لي أنا مطلقة عاطفيا وصامتة هستيريا ما كان عندها وقت كان عندها أحلام كان عندها طموح كانت عم تشوفنا في أماكن تانية كانت عم تعيش من خلالنا شبابها كنا نقعد معها ونتحاور ونتدارك وأذكر تماما أول مرة فرجيتها كيف بنعمل الكمبيوتر تشاتين وأذكر تماما تعليقها المضحك قالت لي كل الناس صارها خطها حلو قلت لها مش أنا اللي بكتب هذا الكمبيوتر وقعدنا نضحك عيش من خلال أبنائك وأطفالك ما بقولك أني أنت تصبر صبر على الأذى الأذى مرفوض ولا ضرر ولا ضرار لكن في النهاية شو الحل؟ شو الحل؟ إذا تعاملت مع زوجك على أنه مجرم عديم المشاعر وكان زوجك بالأساس عم بيحاول كل طاقته هذا اللي بيعرفه بيعرفش إشي تاني ما بيعرف إشي تاني هذا اللي بيعرفه عم بيحاول يعمل أقصى ما عنده الكلمة اللي عم تطلع عم تخنجه من هون بقدرش يكون عاطفي عنده شغلة بسموها الخوف من الحميمية لأنه ما تعودش لأنه ما ترباش على هذا الموضوع لأنه مش في ضمن معتقداته ولا صورته الذهنية لأنه هو بيعتقد أنه بيحبك أنه برجع آخر الليل تعبان من شغله قرفان من كل اللي صار متقاتل مع مديره عاضض عاضض على شفته عشان ما يستقلش لأنه وين بدي يروح بالأولاد اللي وراه عم بيفكر من هون لعشر سنين لأ قدام كيف بدي يدرس فلان بالجامعة وكيف بدي يزوج فلاني فبديك يا يجي يقعد ويقول لك آه أنا بحبك كثير واليوم تعالي أقول لك شو كتبت لك قصيدة شعر يلا إن شاء الله خير إن شاء الله خير انتظري ونحن مع المنتظرين كمان لكن أنا ما بقول لك أنك أنت تستسلمي واهتمي في حالك عشان أنت بديك تهتمي في حالك ولعب رياضة عشان تطلعي الشحنات السلبية مش عشان عجبت ولا ما عجبت طب وزني نزل عشان بكرة ما نجي نقول ليش بيقولوا عقلنا صغير وما منفكرش إلا بالعاطفة المرأة إنسان عاطفي والمرأة كائن جميل والمرأة مثل الوردة عندما تسقى تزهر لكن أنا بطلب منك كمان أن يكون في عنا واقعية عسى أن يكون زوجك طريقته في سقي الوردة مختلف عن طريقتك مفهومه عن السقاية مختلف أبطل أحاول أبطل أحكي معاه ليش يتبطل ظلك احكي على طول هل سيدنا يعقوب يأس يأس من عودة سيدنا يوسف لأ بعد ما راح يوسف راح أخوه بس سيدنا يعقوب قال صبر جميل والله المستعام فالصبر ما هواش الصبر اللي بقول هيني صابرة هيني صابرة هذا مش صبر الصبر قيمة كبيرة جدا الصبر مدرسة الصبر هو عبارة عن جنة بدون حساب الصابرون هم أما الأول من يدخل الجنة الصبر بس الصبر الجميل اللي معاه وعي ومعاه فهم سيدنا يعقوب يدرك في قرارة نفسه وهو صابر أن الصبر جميل فقال صبر جميل فأعطى صفة للصبر بالجمال مش صبر مهم يهم وصبر يجلب الهم وصبر المستسلم وصبر القرفان وصبر اللي ملهاش حيلة وصبر اللي مش عارفة تطلط وصبر اللي ملهاش أهلي يضبوها ويمنعوا جوزها لا صبر جميل فالقضية قضية صورة ذهنية هذا الكلام للنساء أما الرجال أنت مضيع على حالك شغلات حلوة كثير صدقني أنت مضيع شغلات جميلة كثير في حياتك صدقني زوجتك لو سمعتها كلمتين حلوين أنت المستفيد الأول والأخير والله إلا تستفيد فائدي أنت لا تدركها أنت مشكلتك مش بتخيل صح أن الإنسان مرات أنا حاسس أنك أنت بتحاول أو عارف أو حاسس أنك أنت بتقدم كل اللي عندك لكن في النهاية ما في شيء لا يمكن تطويره ودائما في شغلات لا نعلمها وما أوتينا من العلم إلا قليلا وإنت أحكي لك وأصارحك بتعرفش كل شيء أنا أجهل خلق الله عشان ما حد تشيبه أنا باعتبر حالي أجهل خلق الله وكل يوم بتعلم وفرحة العلم بشغلة جديدة مثل فرحة الولد بيروح على مدينة الألعاب لأول مرة وبانبسط على المدينة الألعاب وهي اللي بتدور الإنسان لازم يكون دائما عنده حرص على أنه يتعلم لأنه الحياة بدون علم مملة مقرفة اللي منصبح فيه من نام فيه فبالتالي هي اختلافات في الصور الذهنية ما معنى كلمة الصور الذهنية؟ هي مجموعة من المعتقدات الراسخة اللي موجودة في الدماغ التي أتت عبر الزمن من الأهل والتربية المدرسة والتعليم المجتمع والأصدقاء وأحيانا من التجارب التي نمر بها وأحيانا أخرى من تجارب الآخرين التي نصادر منها معتقداتهم هم بدون ما نحن حتى نجرب وبالتالي في منها الحميد وفي منها الخبيث فالموضوع أنك أنت تقعد تنقي وهذا اللي رح نحكي فيه إن شاء الله في ورشة عمل اللي إن شاء الله ستكون يوم أربعة اتنين السبت الجاي بإذن الله تعالى ومدتها خمس ساعات نتكلم فيها باستفادة عن موضوع المعتقدات أتمنى أن يدوم تدوم المحبة ويدوم تدوم العشرة والمودة والرحمة ما بين الناس وأتمنى أن نفهم أن لا نجرم ولا نعتبر الرجل فاسق وفاجر ومهمل ونعتبر المرأة نكدية وعاطفية والتحميمات المقرفة نحن نلم ونجمع ونحافظ على عائلات عشان الأولاد ومش بس عشان الأولاد فنقعد نحن نضحي بحياتنا وسعادتنا عشان يظلوا الأولاد مبسوطين لأنه مش هينبسطوا بهالطريقة لكن لما نحط أولادنا أهداف ونخليهم امتداد لإلنا ولماذا نحن نقول إيجاك ولي العهد منسمي الولي العهد واللي ما بيخلف قاعد بيلف من دكتور لدكتور عشان ربنا يرزقه بالذرية الصالحة ليش الإنسان بيدعو بالذرية الصالحة لأنه هي امتدادنا في الحياة وهي من سيدعو لنا بعد موتنا حين تنقطع أعمالنا عدا ولد صالح يدعو له صدقة جارية وعلم ينتفع به أين أنت من كل ذلك؟ أين أنت من كل ذلك؟ ماتت أمي في 2015 اليوم مر على وفاتها ثمانة سنوات وما زلت أذكرها في كل مناسبة وفي كل حديث ليش؟ لأن أمي ما كانت تقعد في زاوي وتشكي تمنى لكم كل التوفيق والنجاح حافظوا على بيوتكم حبي زوجك حبي مرتك ما لكم غير بعض هذه أهم رسالة السلام عليكم